موسيقى مرحيم نوصل درس نحو الموجهة للتلاميذ الثامنة من تعليم الأساسي ودرس اليوم هو بعنوان المتممات المجتملة المتممات المجتملة على مركبات إسنادية فرعية والمتمم الأول الذي سندرسه إذن هو المفعول فيه مجتملا على مركب إسنادي فرعي ننطلق إذن من هذه الجمل دعا حسان الحبرين ليلا وبطبيعة الحال هذا النص موجود في الكتاب المقرر لتلاميذ الثامنة الأساسي إذن دعا حسان الحبرين ليلا هذه جملة فعلية بسيطة كما نرى تتكون من فعل وفاعل ومفعول به إذن فعل وفاعل دعا حسان الحبريني مفعول به هل بإمكاننا التوقف عند هذا الحد؟ نعم إذن وتكون جملة تامة كما تعلمون لأن الأساس إذن في الجملة هو الفعل والفاعل وهنا لدينا إذن مفعول به إذن ولدينا مفرداء أخرى إذن بعد المفعول به وهي ليلا هذه المفرداء أو هذه الكلمة وهذا اللفظ هو متمم وهذا المتمم ممكننا من تحديد أو تعرف على الزمان الذي دعي فيه الحبران ليلا لم يقل صباحا ولا مساءا ولا قيلولة ولا زوالا قال ليلا إذن حدد لنا بدقة إلى حد ما الزمان الذي وقع فيه هذا الحدث إذن فيسمى مفعول فيه لي الزمان وقد تعرفتم في السنة الماضية على المفعول فيه للزمان ومفعول فيه المكان في الجملة البسيطة لكن هذه السنة سندرس المفعول فيه للزمان والمكان في الجملة المركبة هذا إذن هو الفرق بين درس هذه السنة والدرس الذي تلقيتم في السنة الماضية الجملة الموالية نشر دعوته في اليمن إذن وهنا نتساءل نقول أين نشر دعوته فنجيب مباشرة في اليمن وفي اليمن عفوا هو متمم هذا المتمم إذن هو عبارة عن مفعول فيه لي المكان مفعول إذن فيه لي المكان الأول إذن مفعول فيه إذن مليلا مفعول فيه للزمان وهذا مفعول فيه لي المكان هذا إذن المفعول فيه للزمان طبعا السؤال المناسب له هو متى؟ متى دعا حسان العبرين وهذا إذن السؤال المناسب هو أين نشر هذا الرجل يعني دعوته فالإجابة هي في اليمن وهنا حددنا المكان نوصل إذن مع الجملة الموالية ماتى وهذا فعل والفعل هنا مقدر حين قضى الله عليه الموتى نلاحظ هنا يوجد إذن فعلان فعل الأول إذن هو ماتى والفعل الثاني هو قضى إذن فهذه جملة جملة مركبة كما نرى هنا عفوا إذن نعيد إذن ماتى حين قضى الله عليه الموتى ماتى إذن فعل الأول وقضى الفعل الثاني هذه جملة إذن فيها فعلان يعني فيها نواتان إسناديتان فهي جملة إذن فعلية مركبة لنلاحظ الآن ولنميز بين نشيط من نواتين الإسنادية فنرى إذن أن نوات الإسنادية الأولى ماتى هي نوات إسنادية أساسية إذن ضرورية والنوات الثانية قضى الله عليه الموت هي نوات إذن فرعية ولذلك نسمي إذن هذه الجملة كما قلنا جملة مركبة ونستطيع إذن أن نحذف هذه نوات الإسنادية الثانية فنقول ماتى حين قضاء الله أو حين قضاء الموت أو حين قضاء الله للموت إذن نقول ماتى حين قضاء الله للموت عليه وبالتالي يمكن مدامنا نستطيع أن نحذف نشيط من نوات الإسنادية إذن النوات الإسنادية التي يمكن أن نحذفها ونعوذ بمستق هي نوات إسنادية فرعية إذن ماتى فعل وحين قضى الله عليه الموت مفعول فيه للزمان إذن مركب إضافي لأن حين هذه إذن هي الظرف وإذن هذا الظرف أضيف لي إن شتم المضاف إليه وهو قضاء الله عليه الموت وهو مركب إسنادي فعلي لما عاد التبع اقتفى حسن أثره لما عاد التبع مفعول فيه للزمان نستطيع أن نقول عند عودة تبع وهنا تعود الجملة إذن تصبح جملة بسيطة إذن لما عاد التبع اقتفى حسن أثره إذن اقتفى حسن أثره هي إن شيتم النوات الإسنادية الأساسية وهذه نوات إسنادية فرعية إذن فالمفعول فيه هنا هو عبارة عن مركب إضافي إذن المضاف هو كما نرى الظرف والمضاف إليه مركب إسنادي فعلي اتقي الله حيث كنت اتقي فعل والفاعل إذن مقدر هنا أنت اتقي أنت يعني الله مفعول به وحيث كنت متمم لتحديد المكان فهو مفعول فيه للمكان هذا المفعول فيه للمكان إذن كما نرى يجتمل على مضاف ضرف مضاف وإذن كنت مضاف إليه هو عبارة عن مركب إسنادين اسمي رفعت الأعلام في اليوم الذي تحرر فيه الشعب من الاستعمار رفعت الأعلام إذن رفعت فعل مبني للمجهول الأعلام نائب فاعل وفي اليوم الذي تحرر فيه الشعب من الاستعمار في إيجار اليوم إذن منعود الذي تحرر فيه الشعب من الاستعمار ناعت بالتالي إذن هذا الانشتم مجرور إذن نستطيع أن نقول أو انشتم المركب الجر هذا ومفعول فيه المكان إذن رفعت الأعلام نستطيع أن نقول في يوم الاستقلال ماذا نستطيع أن نقول رفعت الأعلام في يوم الاستقلال وتكون الجملة بسيطة لكن هنا قلنا رفعت الأعلام في اليوم الذي تحرى فوجدت هذه الفعل الثاني وجد هنا إذن هذا الفعل الثاني وجد هنا مع الفعل الأول فهذه جملة إذن مركبة تجتمل على كما نرى فعل مبني المجهول نائب فعل وإذن مفعول فيه المكان مركب الجر نواصل إذن نواصل وهنا لدينا إذن قاعدة هذه القاعدة إذن المفعول فيه متمم يعين زمن وقوع الحدث أو مكان وقوعه وحكمه النصب قد يستمل مفعول فيه على مركب إسنادي فرعي فتكون جملة مركبة مثلا هنا أعطينا مثال يكرم العربي ضيفه أن وفد عليه يكرم العربي إذن يكرم فعل العربي فاعل يكرم إذن فعل والعربي فاعل وضيفه مفعول به وأن وفد عليه يعني هنا مركب إسنادي فرعي وهو عبارة عن مفعول فيه للزمان يعني متى في أي وقت يأتي هذا الضيف فإن العربي يكرمه يكرمه نواصل إذن قف حيث يقف الطلاب قف إذن أنت فعل وفاعل حيث ظرف مضاف ويقف الطلاب مضاف إليه مركب إسنادي فعلي جملة الموالية قف حيث الطلاب واقفون قف إذن نفس الشيء فاعل وحيث الطلاب واقفون إذن حيث ظرف مضاف والطلاب واقفون مضاف إليه مركب إسنادي اسمي إجلس حيث انتهى بك المجلس إجلس إذن هذا فعل في الأمر إجلس أنت يعني حيث انتهى ما أين أجلس أين أمره أن يجلس حيث انتهى بك المجلس يعني حيث وجدت آخر شخص يعني يجلس إجلس إذن بجانبه فإذن حيث ظرف مضاف وانتهى بك المجلس مضاف إليه مركب إسنادي فعلي وصل الأبو في اليوم الذي حدده الأبو حدد يوم معين وصل فيه إذن وصل فعل والأبو فعل في اليوم الذي حدده إذن هنا إذن جار فيه جار واليوم الذي حدده والمجرور هو عبارة عن مركب نعت اليوم منعوت والذي حدده نعت وحدده هنا كما نرى مركب إسنادي فعلي سأذكر جميلك ما عشت سأذكر فعل وفعل جميلك مفعول به ما إذن حرف موصول عشت وصلت موصول مركب سنادي فعلي وبالتالي نقول يتحقق المفعول فيه إذن المجتمل على مركب سنادي فرعي في أشكال نحوية مختلفة فيكون مركبا موصوليا كما رأينا في جملة سأذكر جميلك ما عشت ما عشت إذن مركب موصولي أو مركبا إضافيا مضاف إليه إذن فيه مجتمل على مركب سنادي فرعي كما رأينا إذن إجلس حيث انتهى بك المجلس إذن انتهى بك المجلس إذن مركب سنادي فرعي وكما قلنا قف حيث الطلاب واقفون مركب سنادي اسمي ويكون مركبا بالجر المجرور مجتمل على مركب سنادي فرعي كما رأينا في قولنا وصل الأبو في اليوم الذي حدده في إذن جار واليوم الذي حدده مجروره مركب نعتي اليوم إذن منعود والذي حدده نعتي نصل الآن للتطبيقات التطبيقات إذن لدينا هنا التطبيق الأول وهو إذن عين المفعول فيه في الجمل التالية وحدد شكلها النحوي سافرت أمس جملة فعلية بسيطة وأمس هنا هو المفعول فيه وقد جاء مفردة نشر دعوته في اليمني هنا جملة فعلية بسيطة إذن في اليمني مركب الجر مفعول فيه للمكان هنا هذا مفعول فيه للزمان طبعا هذا مفعول فيه للمكان إذن مركب الجر جلست البنت حيث جلست أمها إذن حيث جلست أمها إذن هذا مفعول فيه مركب إضافي كما نرى هذا ظرف مضاف وجلستمها مضاف إليه مركب إسنادي فعلي سأذكر جميلك ما حيت سأذكر إذن جميلك ما حيت إذن ما حيت هنا إذن كما نرى مركب إسنادي إذن مركب موصولي عفوا حرفي وهو إذن مفعول فيه للزمان سأذكر جميلك يعني طول حياتي نستطيع أن نقول ما حيت هنا مركب إذن موصولي حرفي إذن دل على الزمان بني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث بركت ناقته بني إذن مسجد الرسول بني إذن فعل مبني المجهول مسجد الرسول إذن نائب فع وحيث بركت ناقته هذا إذن هو المكان الذي بني فيه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ظرف إذن مضاف وبركت ناقته مضاف إليه وإذن بركت ناقته كما ترون هنا مركب إسنادي فعلي مركب سنادي فعلي وحبذ الجلوس حيث كان أبي يجلس وحبذ الجلوس إذن فعل وفاعل هنا الفعل وفاعل فاعل إذن مقدر وحبذ فعل والفعل مقدر والجلوس مفعول به وحيث كان أبي يجلس إذن هنا مفعول فيه للمكان حيث إذن ظرف مضاف وكان أبي يجلس مضاف إليه ومضاف إليه عبارة عن مركب سنادي إسمي النسبة للتمرين الموالي حدد نوع الإسناد الذي يجتمل عليه المفعول فيه في الجمل التالية نوع الإسناد إذن هنا تتهايج الأفاعي ما اشتد الحرب إذن هذا الإسناد وهو إذن مركب إسنادي فعلي إذن هنا مركب إسنادي فعلي مركب إسنادي فعلي مركب إسنادي فعلي ثم قل يعني خذ قيلولتك قل يعني نم في القيلولة قل ريثما أنهي عملي أنهي عملي نفس الشيء إذن نفس الشيء هنا مركب إسنادي فعلي إذن هنا نوع الإسناد حدد نوع الإسناد إذن نوع الإسناد هنا مركب كما قلنا إسنادي فعلي جلس يتناجيان أن لا رقيب عليهم هذا إذن مركب إسنادي إسمي وننتقل للتمرين الموالي إذن اجلس حيث الأولاد جالسون إذن هنا الأولاد جالسون أولاد جالسون إذن هنا حيث إذن كما تعلمون إذن ظرف مضاف والمضاف إليه إذن هو مركب إذن إسنادي إذن إسمي الأولاد إذن مبتدى وجالسون إذن كما نرى هنا جالسون إذن خبر الأولاد إذن هنا الأولاد إذن جالسون إذن هنا مركب إسنادي إذن إسمي رجع الأبو عندما غربت الشمس عندما غربت الشمس هنا هذا إذن هو المركب إسنادي إذن وهو مركب إسنادي فعلي إذن هذا مركب إسنادي إسمي هذا مركب إسنادي فعلي اجعل المفعول فيه في الأمثلة التالية مجتملا على مركب إسنادي فرعي وغير ما يجب تغييره سافرت عند طلوع الشمس إذا أردنا إذن أن نجعل المفعول فيه فنقول سافرت عندما طلعت الشمس اشتد مرض البنية إلى حد فقدانها وعيها اشتد مرض البنية إلى أن فقدت وعيها كلنا يرد وردهم كلنا يرد ما وردوا خرج الفلاح وقت شرق الشمسي خرج الفلاح في الوقت الذي في الوقت الذي أشرقت فيه الشمس في الوقت الذي أشرقت فيه الشمس جلس الفتاة مع الجماعة مسجر الكلب جلس الفتاة مع الجماعة حيث يسجر الكلب وهذا المكان ليس محبذا للناس حيث يسجر الكلب هذا المكان بعيد يعني عن ربما مكاني الصدارة وطالع الكتب طول حياتي وطالع الكتب طول حياتي هذه جملة فعلية إذن بسيطة طول حياتي إذن مفعول فيه للزمان فعوضناها إذن بقولنا ما حييته وأضفنا إذن هذه الماء وهي كما تعلمون حر موصول وصلت الموصول مركب السنادي فعلي وأخيرا إذن مع التمرين الأخيرة وتتعلق بتحليل إذن جمل الجملة الأولى التي سنحللها هي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أوصاني إذن فعل والفاعل هنا يعني مقدر أوصاني الله إذن أوصى الله أنا يعني أوصاني إذن فاعل مقدر مفعول به هو الياء بالصلاة والزكاة إذن مفعول به مركب الجر ثم ما دمت حيا مفعول فيه للزمان مركب موصولي هذه جملة فعلية مركبة جملة الموالية فسوف يعلمون إذن الأغلال في أعناقهم فسوف يعلمون إذن الأغلال في أعناقهم سوف يعلمون إذن هنا مركب فعلي والفاعل مقدر إذ إذن مضاف ذرف مضاف والأغلال في أعناقهم مضاف إليه مركب اسمي وهذا مفعول فيه للزمان مركب إضافي مركب إضافي جملة فعلية مركبة جملة الموالية سافر أبي عندما طلعت الشمس هنا إذن سافر فعل والفاعل أبي وعندما طلعت الشمس مفعول فيه مركب إضافي إذن الظرف مضاف عندما ظرف مضاف وطلعت الشمس مضاف إليه مركب اسنادي فعلي والجملة الأخيرة إذن هي عشت في مدينة ليلها نهار عشت إذن فعل وفي جار والمجرور هو مدينة ليلها نهار مدينة منعوت وليلها نهار نعت والنعت كما نرى ورد مركب اسنادي اسمي وبالتالي في مدينة ليل ونهار مفعول فيه مركب بالجرد وهذه جملة فعلية مركبة هذا بالنسبة لدرس اليوم إلى اللقاء في درس لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر